تستعد مختلف المدن والبلدات الفلسطينية لاستقبال 26 أسيرا محررا من سجون الاحتلال الإسرائيلي الليلة وقالت مراسلتنا في رامالله إنه من المقرر أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من القيادات الفلسطينية في استقبال الأسر المحررين ضمن الدفعة الثانية من الأسر المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 93 من القرن الماضي وقامت عائلات الأسر بتزيين البيوت والساحات القريبة احتفاء بتحرير أبنائهم إلى ذلك ذكرت الإذاعة الإسرائيلية اليوم أنه سيتم إجراء الفحوصات الطبية الأخيرة للأسر المقرر الإفراج عنهم ومن ثم تحريرهم ونقلهم إلى رامالله الحمد لله رب العالمين الشعور لا توصف يعني الشعور يعني الحمد لله فرحة عارمة جدا بيحضروا في من في حلو بيحضروا في صهرة وبيحضروا في زفة وبيحضروا في عرز لليلة بعد الإفراج نحن فيها حافة احتفال في نص البلد لأهل المدينة كلهم حضرنا لو أكلوا أو أعيوا الشعور الشعور لا يوصف هذه الصورة عندما أعتكل أسرار في سنة 1992 كان طالبا في جامعة فيرزيت السنة الثانية كاتب مهما غنمت من الحياة فلن أرى شيئا يضارع في الحياة رضاك اشتركوا في القناة